معانا بردو استاذنا الدكتور محمد بي خطاب عن شامس أهلا مساعدة الله يخلي استعدك يا استاذنا تعطنا حضرتك يا دكتور طالع الدين أنا تحت أمرك تحت أمرك فاضل إفان بشكركم طاقن لهاية تدريس كليب طب جامعة بنها باسم العظام على دعوتي على هذا الويبنار لأننا أتكلم على البيوميكانيكس بسباين ولمبرسباين تكسيش هو دكتور أماد مشكورا ذكر حاجات كتير من اللي أنا كنت هقولها فعشان كده I'll go through it very quickly إن شاء الله صورة التنشن بريج ده very important في البيوميكانيكس بتاعة الهيومن بيين as well as of the spine فدي هنستعملها كتير في الفترة اللي جاية أحنا نكلم عن function of the spine وبالتالي how it performs its function under physiologic loads ودا الديفنيش بتاع السابيلي بتاع كبانجي في السبعينات إيه هو السابيليتي اللي هو الاسبعي can perform its function under physiologic loads لو loads are unphysiologic يبقى الاسبعي هيفيل and is going to suffer زي ما الدكتور عمد بي قال عندنا الاسبعي عبارة عن سيرفايكل دورسل واللومبر وسيكرل C كيرب في الاسبعي سيرفايكل كيفوط في الدورسل و لوردوتك في اللومبر كيفوط تاني again في السيكرل الفنقشن بتاعته البالنس stability واللوضبارing والفلوضباري 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 ومشاعده All together work to provide سبحان الله يعني a system light strong to perform its function البالنس والاستبيلتي لو بنبص للمريض المصدرد في أجمال الفريقة الفريقة، الـ Spinal Biomechanics زي ما قلت بيعتمد بالدكتور عماد قال على System of Tension وفي Integrity ما بين الـ Anterior Column اللي هو الـ Bodies والبصير Elements اللي هي تمثل بالـ Lamina والـ Spinal Process والـ Ligaments and the Muscles attached to it زي الـ Chain اللي احنا شايفينها هنا عندنا دي دي هي الـ Tension Band اللي بتدستابلتي للـ Spinal Column لو فيه Imbalance فابنشوف ان الـ Pelvis وشورder they are not balanced زي في الـ Scolotic Deformity أو في الـ Tumors أو Trauma أو في الـ LIMB Inequality في السجدال plane وعشان كذا العيان بشتاكي من الفيديو بشتاكي من الـ Tumor والـ Tumor والـ Antiricolumn Stability this is a very important item we should memorize it and to have stable spine you have to have stable anterior column if you lose this stability the posterior element cannot compromise or compensate for the failure that happened in the anterior column. Failure بيحصل مع الفracture أو مع tumor أو مع infection زي ما احنا عارفين البصير تنشن باند اللي انا كلمت عليه وشبهته به الكابل بريتش اللي احنا شايفينه هو اللي شايل البريتش نفسه التو بوست اللي احنا شايفينهم يمين وشمال الكبري بالتنشن باند اللي موجود الكابل الكيرف ده مع البربنديكولر وزاي ما قال الدكتور عماد بنشبه الاسبان بالكرين كل ما اللود بقى فردر اوه من القلم كل ما اللود اوالفورس اكتنى على الاسبان اوالفورس لأن زراع القوة التاحة طويل وعندنا زراع المقاومة اللي هو في التنشن باند سيستم وصير فلازم العضلات تبقى قوية واللجمس تبقى قوية وعشان كده اللي عندهم كرش البربنديكولر 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 وعشان كده they suffer from back pain easily than thin or slim persons زي ما احنا شايفين في الصورة دي كل ما ال center of gravity بيترحل لو دام كل ما الفورس اللي بتاكت على القصير structures بتزيد لان الليبر ارم بيزيد وبالتالي محصلة القوة في الليبر ارم بتزيد واحنا بتزيد فلو العضلات is not strong enough posteriorly to compensate for this the spine will fail posteriorly ونقدر نمسلها بطريقة حلوة ان احنا لو شايلين صانية وفردين ادنى مش هنقدر نشيلها بنفس السهولة إلا زي ما نكون شايلينها فوق كتف لو بنشوف المطاعم الويتر بيحاول يقربها من center of his body ناحية الكتف بعد كده لو حاول يمدها قدامه هيحس ان مش هنقدر يكمل اللفة على الزباين زي ما بنشوف فكل ما الويت قرب من ال body center كل ما الفورس اللي العضلات محتاجاها عشان تمنتين البالانس بتقلب وزي ما الدكتور جلال بيك قال في ال ان بتوع رفع الأسقال بالبس الحزام من العريض عشان يسابورت من وراء ويمنتين ان انترابدومنال تراشر عالي تسابورت عشان يلفت المتين كيلو وتلتميت كيلو الأرقام الكبيرة اللي احنا بنسمع عنها في شوية حاجات لازم عرفانها ان الفورس بالس بالنيوتن الاسترس بالباسكال الفريقونسي بالهرتز المومنت بالنيوتن ترميتر دي terminologies لازم عرفانها نرغب نرجع ثاني للحطة اللي حب باسترس عليها الأنтерالي المتينة إذا فإن لم يقت المقاومة السلبيات تطبيخ بفضل إذا فإن المصدر الأمم إذا فإن المقاومة إذا فإن لغوبة لرجوانسي إذا فإن المفتر الوضبع إذا فإن لمزت رغب مانا of support to the spine. وبالتالي failure will take place. الجزء زي ما دكتور عماد قال الانتير part بيشيل 80% القصير part بيشيل 20% How does it move the spine? I mean في عندنا functional unit اللي قال عليها دكتور عماد one body above and one body below the disc in between the ligaments and the muscles this is the functional unit اللي here we can apply all the stresses and the forces and we study the spine through it normal health the spine there's flexion extension side bending to the right or to the left rotation to the left rotation to the right or combination of any of these movements في حاجة مهمة تقالت في السبعنات اللي هي القاpling ميكانزم القاpling مع أي movement in one direction is associated with the movement in another direction وعشان كده في السكوليوس if you أو في النمال spine السكوليوس generally if you bend forward في اللي هو البند اللي احنا بناعمله في الأطفال الديformity بزيد ورطي بزيد ورب حم بزيد ده نتيجة توقع القاpling في ال spine if you flex the spine you get rotation with it احنا بنسميها shear shear او البندي لو بنعمل laction بيب a combination من tension والصير والverteal loading anterior القاpling زي ما قلت movement in one direction مع rotation in another direction الcomponents اللي بتساهم في هزي الحركات البرtebral body itself the ligaments the muscles the facet joints its orientation is very important وعشان كده فيه orientation يخلينا نعمل rotation أكثر وفيه orientation يخلينا نعمل flexion extension أكثر وفيه orientation you block movement in one direction ويسمح بيها in another direction زي ما دكتور بردو عماد بي قال عندنا motion segment في ligaments في facet joints في disk space في عندنا actuators الحاجات اللي هي بتزود أو بتسهل أو بتإنشيط الحركة اللي هي زي المسلز في levers اللي هي بترتكز عليها عشان بيئة الحركة التم زي bodies والبوني part البفوت اللي هو center of action أو rotation زي facet joints والdisc والrestraints اللي هي حاجات ما بتتوالش وبتأثر اللي هي عكس المسل زي يعني اللي هي اللي هي ligands فدي restraining factors اللي بتمنع excess motion انها تحصل ولو حصل failure فيها بيحصل failure في الother components بتاعة الspine برضو زي ما عمد بيقال disk shock absorber ball bearing motion anterior posterior بيتعرض للضغوط والهيدراليك بيستحمل ضغوط أعلى من الصولد الپosteer muscle group it's the tension part تاع الspine ولو they are very weak the anterior column will fail المسلز احنا عرفين ان if you strip the muscle or you cut the muscle you lose power وعشان كدا ونحن نبيع الدخلية القوطش الخارجين نحن 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 جزء قطع القوطش الذي أ違طلنا الطريقة فاشيا فشيا بأمان المعطفين لتعبض الناس أطبع أن المصر ذهب aklrauen بالأمان المعطفين ذهب الوضع الخارجي بتاع العربية والتيوب الداخلية. تيوب الداخلية طرية تملاها هوى لو ما فيش اللي برة هتنفخ ملاهاش حدود حد ما تفرق الخارجي بيحافظ على التنشن جوه وبالتالي الفورس تبقى in the long normal direction الـ junctional zone اللي احنا بنكلم عليها في الـ spine اللي هي نقط التحول من لوردوز لكيفوز والعكس بيسير بيقو دورسال جنشن أو ثراكو لمر جنشن أو لمبو سكرال جنشن where the forces are great and maximized in this area فلو في فرس فلقشن the weeks point حتب ال جنشن بين دورسال واللمر area لو فيه hyper extension هتبقى lumbosacral junction وهكذا الـ forces versus location لو الـ anterior column والـ force is destruction بتدينينا مور لوردوز لو احنا جينا من anterior spine وحطينا destruction force هيcreate مور لوردوز لو بنحط anterior system في الـ spine فإذا لو بنحط في الـ lumbar spine اشتغل anterior أحسن لو اشتغلت على البصير column أو البصير instrumentation يبقى هديك مور كيفوز بتقفل من الدام نيجي على الـ compression لو انت بتقمpress الـ anterior column you create more كيفوز لأنك يشورتن the anterior column on the back if you are using بصير system in the lumbar spine if you apply compression you create more lordosis لحتيتين دول لازن نفاهم منها عشان if you are correcting sagittal deformity kyphotic or lordotic أو scoliotic امتتام destruction فحتة امتتام compression فحتة to create and gain a balanced spine once load sharing versus load bearing constructs لانا اكلم دولاتي على الامplants لحنا مساخبها to deal with the various deformities of unstable spine if we use load sharing the results as good as load bearing لكن load sharing the fusion area if we use load bearing it causes stress shielding the intramedullary versus lateral plate fixation for long bones it is almost the same we should bear in mind which of which we are using and what is our aim the diagram that between load sharing versus load bearing until column support load sharing load bearing if you use posterior construct load it happens from the spine or vertebra above then through the pedicle screws back then through the posterior plate or rod back to the screw bend back again into the body here when you use load sharing you put cage in the tension like can't lever effect that we talk about in the outer as we can see as we can see here you want to burn so it works the the load can continue with continue with we post fixation or anterior are stabilizers self fusion takes place so the best is anterior inter-body fusion with or without anterior or posterior instrumentation it is bound to to fail and the junction d or the arm would not so the customer somewhere 100% of the load applied to it if you apply anterior load sharing device or bone graft it is two thirds anterior and one third posterior load load sharing device سيبقى الثلاثين والثلاثين قدام وتلتلت وراء سيبقى ثمانين في المية قدام وعشرين في المية وراء which is the normal physique load on spine سلايد رائع يا دكتور طالعا سلايد رائع لابعته لك حاضر لا، دايه أتباين لك أن طول المصمر مهم وفيه سلايد بعد كده أنه فرق بين لو مسكت الفرق الوحفة صارت short of the anterior column الفرق مش كبيرة مسكت الانتيري column الفرق بيزيد أو strength of purchase بتستحصل هذا يعني أنه كل ميكانيكس إن أنا بقفل مربع القوة بتاعي كله نعم، وأبدأ في المربع والتحميل على قدام أكتر من وراء بحيث إن محصرة الفرق ستبقى zero، يعني هيبقى balanced fixation هيبقى balanced fixation بس، أنت تتحصل على نورمال أناتومي الانتيري بيشيل 80 اللي وراء بيشيل 20 نعم، نعم، نعم. لو غيرت المطبط ده، ممكن يعني شكم من back pain بعد العملية مع إنك عامل لحم حالو قوي نعم، نعم. هنيجي من الحاجات اللي أيضا بدنا نحب نعرفها الـ deformation الـ deformation اللي هو تغيير شكل الإمبلانت اللي احنا نستخدمه وازاي بيتحرك معانا وبيعتمد على النوع الامبلانت اللي بيستخدم لو انت جبت عمود ويأبلاي فورس عليه if you remove the force ان العمود ده رجع لاصله ما حصلش الديفورميشن فيه لكن لو وصلت للنقطة الزرقة دي وكملت ثاني في العمود هيحصل permanent changes في العمود يجي تشيل الفورس اللي عليه هتلاقي العمود فض المعبود if you apply more forces هيحصل فلازم وإحنا بن بن ناخد بالنا من الحتة دي you don't over contour ما تجيش على عمود وتخليه almost right angle وتقول لي ده حلو لأ انت you create stress riser area كل الفورس هتتجمع عندها وهيكسر very soon قبل ما البيولوجيك اللي انت بتسعى إليه يكون حصل التلام ده بيتقال عليه حاجة اسمها modulus of elasticity ان ما يتغيرش فده very elastic وصل للنقطة الزرقة وابتدع دخلتها على الحمراء بقى plastic بقى permanent deformation اللي هي yield point ده maximum strength في النص الكير زي ما احنا شايفين هنا failure point زي ما نقول اوكي الحاجة التانية المهمة برضو ان انك تصلح deformity بانك تتني وتفرد تتني وتفرد too much you weaken the rod لأن الرد designed ان يستحمل deformation حوالي الحاجات اللي هي temporary زي العمدان والكلام من ده او الشرايح ده خمسة مليون سايكل وبعدين يحصل breakage if you use these cycles في اثناء العملية او عدد كبير منها اثناء العملية بحيث you weaken the rod فالرد مش هيعيش معاك enough to get biologic fusion او biologic fixation to minimize البند الكتير في الرد unless you have to correct segmentally deformity وانا افضل بعد ما تcorrect deformity وتحط الرد التاني على الناحية التانية شيل الرد الاولاني وحط الرد جديد ما استخدمش ما التانيش ما حصلوش فاتيج منك عشان تضمن longevity بتاعته لحد ما fusion takes place المدلس of elasticity it measures the stiffness بيعتمد على المتيري النفسها وشكل المتيري النفسها هل هي rounded ولا hex ولا square وwhether it is load sharing ولا load bearing وعشان كده الانترم dollar fixation احسن mid-side fixation ده محيين في long bones طيب المدير of elasticity بتختلف من metal to metal او من implant to implant the best implant المدلس of elasticity بتاعته تبقى زي البون اللي احنا بنتعامل معه لو بصينا هنا كل ما المدلس of elasticity يبقى واطي تبقى more brittle زي زي ceramics for example ceramics ما تستحملش انك تتنيها قبل هتتكسر زي اسبوع التبشير مثلا ما يتنيش معاك يقوم قاطم عشان عشان كده we don't use ceramics for load sharing or load bearing يليها الكوبار chrome it is very resistant to bending وعشان كده استخدامات بالسباين مع deformities ابتدت تزيد مؤخرا يليها الستين steel which is common وإحنا عارفينه التايتينيوم الكربون فايبر بس له عيوب وإحنا عارفينها كلنا الفركشنيشن بتاعه وكلام من ده مع انه اقرب لكورتكال بون يليها البوليمير بعد الكورتكال بون البوليمير زي الاسمنت والبيكس والحاجات دي وبعدين أضعفهم الكانسيلس بون في برضو الفاظ لازم بقى كلنا عارفينها yield point اللي النقطة اللي 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 بيتغير فيها شكل الامبلانت مع الفورس اللي تحط عليه الالتمن strength ده المكسيم اللي بتحطه على الامبلانت من غير ما يحصل deformation أو failure الفير point اللي هي النقطة اللي بيتكسر عندها أو بيحصل فيها فتيح وتتكسر الترمنالج ده لازم نبقى عارفينه لو بدنا تعامل با biomechanics أو metallurgy أو designs في الملانت تايتنا طيب ايه المaterial options اللي عندنا عندنا مثل وأنواعها stainless steel titanium cobalt chrome الالوي memory الملانت الملانت السينيسير widely used في الشرايح المصامير اللي احنا بيستخدمها في old implants of the spine مستو أن سهل التشكيل رخيص عيب الأساسي أن الbreaking point بتاعته أعلى أو استفر عن التايتنيم نمرة اتنين تيز and not friendly with MRI you cannot do an MRI في الايام مركب لمصامير في ظهره stainless steel الشادور اللي يجي من هذا الحديد أو stainless steel though it is not magnetic ودي غلطة كتيرة بتقع فيها مراكز الأشعة يقولك ده مراكب شريحة ما يعملش حتى لو stainless steel يقدر يعمل MRI يعني stainless steel special medical منه is not magnetic يعني لو جبت ما نطيس مش هينجزب ليه عشان كده you can do an MRI even you have total hip أو total knee الفكر اللي بتقال ان هايشد ويخلع المصامير من العيان ده is not true التيتانيوم وما زاياه it is lighter less stiffer MRI friendly but expensive cobalt chrome it is more stiffer وعشان كده ساعد بيستخدم ال rods ما يكسرش بسهولة ويتمانتين the correction اللي انت بتعمله الممري اللوي انك بتستعملها في sclerosis mainly يبقى تحط العمود بالشكل اللي انت عاوزه once heated أو وصل بدار حرارة وبالحرارة الجسم 37 38 30 it takes the original shape اللي تصنع عليها but it corrects the deformity spontaneous من غير ما تحتاج انك تتاني أو تصلح فيها طيب الفروق بين التيتانيوم والستانيس زي ما نقولت التيتانيوم better emiride compatibility higher biocompatibility more expensive more brittle than stainless steel more flexible lower stiffness okay وادا جدوى للمقارنة بين الاثنين تكييل وموضل سوبالستيس تاخباره ايه والألونجيش اللي ممكن يحصل دخل في الاثنوباديكس في سبنات الاثنوباديكس كميرشي الاثنوباديكس لا يوجد في المدسين it is it is alloy and there are four grades grade one وفور استخدم في spinal implants في aluminium وفي other وبناديم وآدر alloys معاها أو metals تديلوا لسtrength لأن pure titanium is very soft but you cannot depend in correcting performances لما تستخدم في spinal دي ال advantage with disadvantage الكوبارد كروم يستخدم في حالات المفاصل cervical artificial disk lumbar artificial disk anti-corrosion أكثر أحسن من stainless steel مكون من 70 إلى 75 في المية كوبالد 25 إلى 30 في المية كروميوم يستخدم في weight bearing appliances أو implants the advantage with disadvantage تشغيل صعب وعشغيل كده mainly casting imaging imaging مش حلو مع MRI shape memory alloys زي ما احنا شايفين تحط المصامير بتاعتك العمود نفسه بيبقى معوق بيبقى at room temperature 2 تحطه في العيان وصل لدركة 37 يبتدي ياخد shape التاني بتاعه عيوبو it's very expensive البيك خلصنا من المتالز هنخش على ال polymers البيك now is the best polymer to be used in spinal implants as well as artificial joints بس غالي وعشان كده استخدماته في الهب اقلب كتير من استخدماته في السباين يستخدم في السباين عشان نعمل deal cages وساعد يستخدم في عمل ال rods ال advantage بتاعته ال imaging is okay with MRI is very strong available الموضلة سباستيستي قريبة ما بين cortical وما بين cancellous bone it is very logic to use it it is permanent does not create reaction does not break down و easy to manufacture العيوب بتاعته اساسا القص is very high it is a permanent material that does not dissolve في كلام بيحصل في wear and tear ولا لا لكن لو تستخدمه كا cage مفيش عليه stresses غير vertical مفيش عليه friction فبالتالي wear and tear مش موجود biomaterial implants المقصود بيها the implants of carbon arc اهم اهم واحد اللي هو البون اللي بنجيبه bone graft من العيان نفسه او من الكادافرز والبون بانكس التايتانيوم implants تبقى مثل biomaterial biomaterial يعني you can't put it in the human being نعملش اي reaction البوليمر بأنواحها المختلفة و الكمبوزيت زي الكربون fiber thing stagical techniques في spine ياما anterior ياما تصير ياما combination والcombination ممكن تعمل لقدام بعدين ورا أو تعمل لورا بعدين تعمل لقدام أو وورا 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 it's a combination of things depending on the case itself لكن the principles اللي تعلمناها في العظم if you want to create lordoses يبقى هتشتغل تفتح وجه من قدام عاوز تcreate lordoses من ورا هتقفل وجه من ورا عاوز تcreate kyphoses من قدام you resect and compress عاوز تcreate kyphoses من ورا you break and open the wedge and fix our combination of all these هانش تجيئة واحدة يا جماعة يا محمد هكلمك بعد ربعة ساعة okay دي طريقة how to create lordoses انك تعمل الصياطمي هنا وتقفل هذه الصياطمي من ورا the pedicle screws you create ورا أتنمك بعد ما خلص المحاضرة المعايا محمد سلام دا 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 المنظر من lateral شلنا وج من ورا بال pedicle لها pedicle subtraction technique technique and then we compress من ورا فأفلنا cancilla bone على cancilla bone وهنا cortical cancilla bone من ورا you create lordosis زي حالات الانكلosing spondylitis بتعمل يا pedicle subtraction يا multiple osteotomies PSO أو SPO okay زي حالة زي دي مثلا and then a loss of height one body is lost by erosion or by tumor if we fix this way you create kyphosis at the junction which is very bad the patient will develop pain above and below so the best way is either to go anterior or this track jack open this area put spacer and fix anterior we remove we open anterior we remove the tumor jacket open put cement with the strut rod and then fixator anterior and all the job was done through an anterior approach in this case there is severe kyphotic deformity almost 90 degree and a very short kyphotic area it's not Sherman disease for example and I usually call this area we have a y shape disc and the remnant posterior this is a congenital thing to correct if you are going to correct everything through the posterior this means that you have to shorten the spine you have to resect this area and resect this and try to realign everything by doing this all this has to be removed and you end up with the bone in contact with the other bone the cord will be redundant you may not be able to bring everything through the back so the best way is to correct the deformity front and back by doing the anterior release resect part of the spine here which is the apical part to make sure that if you correct nothing is going to impinge on the cord and put a screw in this area in this body and another one in this body and apply distraction so you gain some length at this area through the anterior approach and you free the cord through the anterior approach everything is clear in front of you and you put graft there the second step complete the osteotomy through the back someone may say why one screw above and one screw below is not strong the idea is not strength the idea is to maintain a height while completing the job through the back and if you put two screws above and two screws below you cannot rotate this body around screws but you can rotate it around one screw in this case we managed to correct almost all the deformity through one approach which is the anterior but this case is different this case has TB old TB and we can see an incision anterior before a broken screw and a severe deformity almost 90 degree angular deformity in this case we go we went anterior correct remove all the obstacles in the front one screw above one screw below we apply distraction and through the posterior approach we complete removal of the posterior elements of the removed sector through the front so you can correct and close the wedge and put two screws above and two screws below and the job is done this is before and this is after you restored a balanced spine you correct the deformity the ugliness everything still this is another case with the y shape remember this y shape disc then you have to remove this the key to correction is removal of this and part of this through the front we did release and put some graft and then we completed the posterior job this is before surgery and this is after surgery the same applies to the cervical spine this guy as you can see here it has forward flexion deformity of his spine you can you can see osteophytosis and tear so if you can do the whole job through the anterior approach well and good if you can't then you do part through the anterior open the spaces between the cervical spine remove the discs put cages in front with graft and then complete the correction if you need through the back we manage by doing two or three disc and open the disc space and did some inter-tebral distraction we open it here we open it there as well as here we created almost mud cervical overdosis and this is the case after instead of looking downward he is looking straight ahead and there was no need to go through the post approach thank you very much thank you so much thank you very 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 interesting talk thank you so much sir you're welcome and too 아침 and so anything I love you it is where you there حدد تسألها يا فندم. طبعة الحديدي. يعني كرمه. منو شاركنا في الكورس ده اهو. اهو اخ عزيز وكريم جدا طبعا. وصديق عزيز. لا الصداقة تعود الى اواخر التمنيات واوالت. طبعا. الحمد لله والشكر لله. ربنا يطاب العمرة كيف. الله يخليك رجز. The talk actually by professor طالع الحديدي added to what the professor عمد have described in his presentation and emphasized very important points and enlightened also the candidates for the materials given or used in or in the orthopedic spinal instrumentation and implants The patients which you have presented are very nice presentation with very good skill. فانا اشكرك شكر كبير جدا على هذا التفضل بالمشاركة معانا في هذا الكورس يا سعر انا حبيت ان كل جراح عظم او بالشعل سباين يبقى عارف ايه المتيرية اللي بيستعمل معاها وايه حدودها وقدراتها يعني انا انا باقترح على كل نايم يعمل شوية مع نجار ومع حداد ومع ميكانيكي عشان يعرف يمسك الموافق ازاي يتقرط على الصمولة ازاي من غير ما اتفوت منه ازاي يعمل كل الحاجات دي مش هيكتسبها من الجراحة فقط طبعا الكلام جميل جدا ولازم يبقى عارف زي ما بقول المتيرية اللي بيستخدمها ايه وحدودها ايه تمام ما يساش عليها ويتوقع منها انها تديره الفاتيج يعني يعني ينجس الفاتيج بيهمسل وفي الاند تهجب المزاسته ايه ايه يعني ممكن يقرط على الصمولة بتاعت المصور ايه يفوتها اه طبعا الحقيقة الحكاية دي يا سعد ايه ايه انا بشكر الدكتور طلعت وانا هو قال معلومة انا اول مرة اعرفها ان ممكن الاعان اللي عامل بليتس او توتل ايب يدخلوا في الامراي فاااااا يعني اريو شور دكتور طلعت على ضمنتك ممكن اللي عامله همراي كل قصة حريتك هات أي شريحة من اللي الحريك بتستعملهم الاي او العادي بتاعت زمان وهات مانوتيس وقربها منها لو انجازبت بقى ماجنيتك وبالتالي محرم عليها دخول قط الرانين مفيش ستين ستين ميديكل اللي هو 316 و 318 بتاعنا تمام يا بي ما ينجازب للمناطيس مفيش تمام كلام ده بات بيحصل في 314 او اللي اقل من كده اللي اقل من كده اللي هو الصناعي مش الطبي ممكن يحصل لان فيه اخرى لاني المونتوب ايرون اللي فيها بتبقى عالية بتبقى عالية السيال الانون's السيال الانون بتبقى يشكل وبالتالي بتبقى يعني انو كنت نصنع حاجات كنت بجيب حاجات خردة السيال الانook الخردة اللي في الاولي. مم. عشان تعرف اللي ده ستينة ستينة ولا لا? كنتم اجيب معايا مغناطيس. اللي اللي القطوة ستينة ستينة لا القطوة بقى مش. لا ويصدي حتى لو شكله بيلمع هيصدي بعد كده. ويصدي بعد كده طبعا. اللي حركة اثرت بها يا بيه. انا بقى 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 بردو بقولها البتلم ذاتي. انهم they always look in their environment. and try to learn by looking. Any information you gain will benefit you from the future by one way or another. يعني انا زمان لما كنت ببنسويب كان جمبينا واحد جزماجي. وكان جمبينا واحد بتاعدوكم. جمبينا واحد حداد. واحد سنكاري. حاجات دي كلها. والتحب اروح اتفرج عليهم. واحد نجار. فاستفدت خبرات كبيرة جدا من زي ما ساعدتك قول. ان الواحد يشوف النازلة بعمل الحاجات ازاي. فدي بالنسبة للأورثوبيديك سرجن. الكاربنتري بالزاد. الكاربنتر. لان ده الكاربنتر. ده اللي بيسموه كامرت ميكر في انجلترا يعني. ده اعلى درجة من درجات اللي ايه النجار. حركت شوفه بيقلب التزل ازاي الازمين بتاعه. عشان بيطلع بالخشب لفوق. عاوز يغوط يقوم قلبه على الانتجاه التاني عشان ينزل تحت في القطية بتاعه. تمام. احجات احلام ما بيتعلمهاش. والاورث ماجي بيشتغل بالزفر ازاي? وبيعمل ازاي? والخارات بتاع الخشب. كل دي كل دي تكنيكس. موجودة في الطبيعة. ويقدر الناس العاديين يشوفوها. وبيكتسبوا خبرة وبالتالي في المستعبل بتبقي أكيوميليتilleurs نولج بتقدي بتاع اي 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 فرسون يعني. لا صح. احجيك على هذا الكلام الحقيقي ودي نقطة فلسفية عظيمة جدا لتكويت شخصية الجراح. يعني برضو من ضمن النقاط اللي احبة او اضحية وهو اركز على نسبة أي سبيل سرجع لأنه يجب أن يتعلم الأعطاء بالكوكسد. يجب أن يتعلم الأعطاء بالصفل من قسائل وكيف أن يتم كنطبال التسوى جANTLY. كل هذا يجب أن يتعرّر الملاقف صعبة يقدر يتسرب. بعدين كنقطة برضو حب اقولها بالنسبة للماتيريال الامبلانتابول ماتيريالز especially البوليمرز والبولياثلين لهم مشاكل كبيرة. الامبلانتابول غير البولياثلين العادي. عند كميرشيال بيتحط عليه حاجة اسمها بلاستيزر بلاستيزر دولة كونتينين كلورين أتوم ودولة بيساعدوا على عملية التشكيل بتاع الامبلانت أو بتشكيل المتيري النفسها أثناء الـ process of manufacturing دولة بتوكسيك ففي حالات الامبلانتة والمتيريال فهذه النقطة مهمة أنا مرة زمان اتحرق مني الـ washer بتاع الدكتور عشر صباح الفور احنا دلوقتي في عندنا اسئلة كتيرة قوي للدكتور طارد كان في سؤال ما معنى المموري 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 السيارات الكتير من مباشرة السيارات المموريين الجاركتر المموريين الجاركتر هو الالوي نفسه of the ability to recognize the original shape الذي تعمل عليه ويجاين هذه الكاركتر أو الشيب الأصلي أنت على حسب المنفكتشور عاوزها على درجة حرارة ثمانية وثلاثين ولا سبعة وثلاثين ولا في الاندستري عاوزها في حاجة تانية بما أن الهومن درجة حرارة النورمال سبعة وثلاثين بحيث once you implant it in the body تقفل عليه وي acquire body temperature it will gain the original straight structure بتاعه أو the curved structure بتاعه this material if I want to add this material are usually called shape memory alloy the vascular surgery coronary they introduce through the catheter and it is in a spiral form and as it is affected by the heat of the body and the blood it will expand and you will acquire the shape the original shape which you to manufacture from to widen the the artery the the shape memory alloy we have a question from Dr. Mohamed Abdelal for can we explain biomechanical background the adjacent segment disease mechanical background of the adjacent segment disease هو في نقطة مهمة لحظتها لو انت عامل fusion لقل 3-4 for example theoretically المفروض تبوز 4-5 لأن اللود عليها زاد ما تقسمش على 3-4 قبل ما يوصل لـ 4-5 لكن الملاحظ ان اللي بتبوز عندك 2-3 الـ 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 وانا أعزوها لـ surgical rather than mechanical if you destroy the capsule while preparing the hole for the top screw if you destroy the capsule or you injure the joint you're bound to get failure in 5 or 10 years time the best way is to go lateral to the facet joint and insert your screw it's a far lateral insertion you don't touch the remove the muscles from the capsule nothing else expose the transversal process expose the mammillary process and this is your point of entry it is far from the facet and the far you are from the facet joint the less you get adjacent segment disease okay 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 i consider it iathrogenic rather than mechanical it does not make sense and level the 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 ما فيش في البان مكانكس طف. في ستف. Okay. Okay. The stress is indicated by the slope of the curve. And toughness is indicated by the whole width of the stress strength. Okay. Who define the terminology of stress riser? Is it a mechanical terminology? It is a mechanical terminology. Yes. The shape memory alloy returns to original shape. Yes. What about the normal kyphotic and lordotic curves done by the surgeon to maintain natural curves? The memory shape alloys, they usually come in lordotic kyphotic shape. and you cut it according whether you need kyphosis. So you cut the kyphotic part of the rod. Or you need lordosis, you cut the lordotic part of the rod. and you put it in the deformed position and let heat straighten that curve and create the lordosis by itself. So they are manufactured in lordosis and kyphosis. They are not straight. Because if they are manufactured straight, they will be straight after putting them in the patient. And this is what you don't want to happen. Yes. Yes. Thank you. Of course we are beginning to thank Dr. Talat. One of the pioneers of spine surgery in Egypt. I know that we are working with our director Talat. وأنا أخذ بوجودك معي في أوقات كتيرة الحمد لله ننتقل إحنا عندنا الدكتور محمد خطاب السلام عليكم سيارة في القصة في البداية أحضر بأن أشرف اسماعيل وأن أحضر بإعجابيه وأنا أحضر بأن أشرف يشعر بأن أشرف أشرف ترجمة نانسي قنقر